السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي تلميز تلميزات الصف الثاني الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح الدرسان واحد واثنين من منهج الرياضيات للصف الثاني الابتدائي لفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد الدرسان واحد واثنين التمثيل بياني بالأعمدة عندنا أولاد في تمثيل بياني بالأعمدة الرأسية وفي تمثيل بياني بالأعمدة الأفقية فهنا أولاد بيقول لنا نستطيع جمع البيانات الخاصة بأعداد الحيوانات تمثيلها بيانيا كالآتم فعندنا أولاد آية تمثيل بياني بالأعمدة هنا أولاد المحور الأفقي والمحور الأفقي هنا أولاد يشير إلى أنواع الحيوانات فهنا عندنا الزرافة الأسد الغرد الفيل الحمار الوحشي هذا أولاد اسم محور أفقي طب المحور الرأسي يشير إلى عدد الحيوانات المحور الرأسي يشير إلى أعداد الحيوانات هنا أولاد التدريج معنا 1-2-3 يبقى عندنا أولاد هنا المحور الرأسي مقسم إلى مسافات متساوية ويبدأ معنا الترقيم بـ 0-1-2-3-4-11 هذا اسمه مقياس الرسم مقياس الرسم يتبين وإيه أولاد المسافات على المحور الرأسي بدأنا بكام يا أولاد 1-2-3 هنا أولاد يقول لك الزرافة هنا كم زرافة في حديقة الحيوانات هنا زرافة واحدة هنا أولاد ظللنا مربع واحد جبال الواحد وعملنا تظليل هنا الأسد هنا كم أسد في الحديقة؟ هناك 1-2-3-4 هنا ظللنا كم أولاد؟ أربع مربعات فوق الأسد أربع أولاد مربعات هنا أولاد بعد كده القرد فيه قام جرد في الحديقة نعدهم سواء أولاد؟ هنا نعدهم مع بعض فنقولوا أد واحد 1-2-3-4-5-6 هنا عمل إيه أولاد؟ ظلل ست مستقلات قال لك أد واحد 1-2-3-4-5-6 يبقى عمل إيه أولاد؟ هنا العمود اللي فوق القرد مجسم لمستقلات فإحنا ظلبنا كام هنا أولاد؟ ست مستقلات طيب نجي هنا أولاد الفيل فيه كام فيه؟ فيه 3 في العمود اللي فوق الفيل أولاد ظللنا 3 مستقلات طيب هنا الحمار الوحشي كام واحد يا أولاد؟ 1-2-3-4-5 فهنا ظللنا 5 مستقلات فوق العمود اللي فوق الحمار الوحشي طيب بعد كده يا أولاد هنا بيقولك أن تمثيل بيانة بالأعمدة الأفقية هنا يمكن تمثيل بيانات على هذه الصفوف أفقية كالآتي هنا أولاد الصفوف الأفقية المحور الأفقي هنا أولاد بيقى أعداد الحيوانات وبدأ مجسمنا لمسافات متساوية فقلنا 0-1-2-3-4-5-10 طيب بعد كده يا أولاد المحور الرأسي عملنا أولاد أنواع الحيوانات فبدأ هنا الزرافة وهنا الأسد وهنا القرد وهنا الزلفيل وهنا الحمار الوحشي جدام كل حيوانات أولاد فيه هنا صف صف أولاد أفقي المجسم إلى مربعات الزرافة كام واحدة ظللنا مربع واحد الأسد كام الأسد رأس أربعة ظلنا أربع مربعات مجرك القرد نقوم لنا ستة ثلاثة مربعات الفيل تلاتة ثلاثة مربعات الحمار الوحشي خمسة ظلنا إولاد خمس مربعات ده اسمه تمثيل بياني بي اولاده هي الصفوف افقية صفوف ايه افقية اما هنا اولاد اعمدة رأسية كل نوع من انواع الحيوانات قدامه منه عمود يمثل ايه اولاد العدد بتاعه وهنا الرسمي تبيني بالاعمدة ليه عنوان هو حديقة الحيوانات حديقة ايه الحيوانات نشاط واحد اكمل تمثيل البياني ثم اجب عن الاسئلة اثناء حضور التلاميذ عيد ميلاد احد زملائهم سألهم والده عن اعياد ميلادهم فكانت اجاباتهم كالاته هنا اولاد في الشهر يناير فبراير مارس على التلاميذ فهنا عيد تلاميذ عيد ميلادهم في يناير كان اثنين واللي كان في فبراير اربعة واللي كان في مارس كانوا ستة فهنا اقول لك مسل البيانات السابقة عن طريق ملء العمود الخاص بكل شهر فهنا اولاد اول حاجة التمثيل البياني بالاعمدة الرأسية طب هنا اولاد يناير فبراير مارس طب هنا عندنا العمود الرأسي مقسم الى واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ده اعداد الاصدقاء فعندنا هنا اولاد يناير عدد التلاميذ اللي عيد ميلادهم في يناير اثنين ظللنا مستطيلين طب هنا فبراير اربعة فحنا نظل لي اولاد نظل الاربع مستطيلات نظل لأد واحد ادي اثنين ادي ثلاثة ادي اربعة طب هنا اولاد شهر مارس في كم صد تلميذ في شهر مارس عيد ميلاده ستة يبقى نظل الكام يا اولاد ستة مستطيلات فنقوله اد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة طب نيجي بعد كده اولاد هنا التمثيل بياني بالافقية الرسمي بتاعنا اسمه اعياد الميلاد طب هنا اولاد العمود الافقي مقسم الى واحد اثنين ثلاثة اربعة حد ستة ده اسمه عدد الاصدقاء العمود الرأسي اولاد شهور شهور السنة فعندك يناير فبراير مارس فعندين التلميذ يجعيد ميلادهم في يناير اثنين ظللنا مربعين طب فبراير اربعة نظل الاربع مستطيلات فنقول اد واحد اثنين ثلاثة اربعة طب هنا في مارس ستة عن ظلل الستة فنقول الواحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة طب عايز من هنا هنا اولاد بيقولك استخدم تمثيل بياني السابق واجب عما يعني فهنا اول سؤال معانا بيقولك كم عدد التلاميذ الذين تكون اعياد ميلادهم في شهر فبراير طب نبص لاد كم تانيميذ يا أولاد اربع بنكتب هنا اربع طب بعد كده هنا هولاد قم عدد التلاميذ الذين تكون اعياد ميلادهم في شهر يناير Götaي من هنا ازنين هنا ثلاثة اولاد سؤال رقم good بيقول لك كم عدد التلاميذ الذين تكون أعياد ميلادهم في شهر مارس شهر مارس فيه كم يا أولاد فيه 6 تلميذ يبقى نكتب هنا رقم 6 طب هنا يا أولاد سؤال رقم دال بيقول لك ما الشهر الذي يكون به أقل عدد من أعياد الميلاد للتلاميذ عندنا شهر من يا أولاد يناير فيه 2 فنكتب هنا يناير طب بعد كده أولاد الشهر الذي يكون به أقل عدد من أعياد الميلاد للتلاميذ من الرسم بتاعنا شهر يا أولاد شهر مارس فنكتب هنا مارس نشاط 2 أكمل تمثيل البياني للأشهر المفضل لبعض التلاميذ فهنا أولاد بيقول لك كم أول حاجة لون الإجابة الصحيحة ما الشهر الذي يفضله أكبر عدد من التلاميذ يبقى إحنا أولاد قبل ما نحل الأسئلة نكمل مع بعض الرسم البياني طب هنا أولاد الرسم البياني بتاعنا عنوانه الأشهر المفضلة هنا أولاد المحور أفق أشهر السنة والمحور الرأسي على التلاميذ فعندنا إحنا مايو نعدوا التلاميذ أولاد اللي بيفضلوا شهر مايو نقول أد واحد أد اتنين يبقى هنا فيش غير اتنين فنعمل إيه أولاد نظل المربعين يبقى جده فوق العمود اللي فوق شهر مايو نظل إيه أولاد مربعين طب نيجي بعد كده أولاد شهر يونيا طب شهر يونيا كم واحد بيفضل شهر يونيا من الرسمة بتاعتنا أد واحد أد اتنين أد تلاتة أد أربعة يبقى نظلل أربع مربعات في العمود اللي فوق شهر يونيا نقوله أد واحد أد اتنين أد تلاتة أد أربعة طب نيجي بعد كده أولاد أكتوبر طب هنا شهر أكتوبر يا أولاد كم تنميز يفضل شهر أكتوبر نعدوا مع بعض أد واحد إيش تاني في الصورة يبقى نظل المربع واحد نظل لي أولاد مربع واحد العمود اللي فوق شهر أكتوبر طب نيجي بعد كده نحل مع بعض الأسئلة طب هنا أولاد بيقول لك ما الشهر الذي يفضله أكبر عدد من التلاميذ من الرسمة بتاعتنا أولاد شهر شهر يونيا يبقى نلون شهر يونيا طب رقم به ما الشهر الذي يفضله أقل عدد من التلاميذ من الرسمة بتاعنا أكتوبر يبقى نظلل شهر أكتوبر طب هنا أولاد بيقول لك مجموعة التلاميذ الذين يفضلون شهري أكتوبر ومايو معا يبقى نجمحهم أكتوبر كام واحد ومايو اتنين واحد زائد اتنين تلاتة بقى نظلل البطاقة اللي فيها تلاتة نشاط تلاتة انظر إلى المزرعة ثم لون الأعمدة البيانية لتمثيل عدد الحيوانات فهنا أولاد عندنا رسم البيانة بتاعنا اسمه أولاد المزرعة فعندنا المحور الأفقي أسماء الحيوانات عندنا بقرة عصان خروف أرنب المحور الرأسي عندنا أعداد الحيوانات ومقسم إلى مسافات متساوية وامرقم معنا أولاد من 0123 البيانة لحد ثمانية طب هنا أول حاجة عندنا البقرة نشوف الصورة بتاعتنا نلاقي فيه كم بقر هنا أولاد واحد اتنين ثلاثة يبقى نعمل ايه نظلل ثلاث مربعات أد واحد اتنين ثلاثة طب نجي حصان فيه كم حصان في الصورة نعده مع بعض فنقوله أد واحد اتنين ثلاثة اربعة يبقى نلون أربع مربعات فوق العمود بتاع الحصان لوننا أربعة طب هنا الخروف كم واحد يا أولاد نعده مع بعض فنقوله أد واحد اتنين يبقى نظل ليه أولاد نظل المربعين أد واحد أد اتنين طب بالنسبة للأرنب نعده مع بعض فنقوله أد واحد اتنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة يبقى لون كام يا أولاد نلون خمس مربعات فنقوله أد واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة طب نحل مع بعض الأسئلة فيقولك من خلال التمثيل الباني بالأعمدة أتمن كام عدد الأرنب الأرنب كام يا أولاد خمسة نكتب خمسة طب هنا كام عدد البقرة البقرة هنا ثلاثة نكتب ثلاث بقرات كام عدد الحصان الحصان هنا أولاد أربعة بنكتب أربعة أربعة أحصنة طب كام عدد الخروف الخروف هنا أولاد كام اتنين بنكتب اتنين نشاط أربعة لاحظ الصور ثم قم بتمثيل بيانات وأجي بعين الأسئلة الآتية فعندنا هنا أولاد الرياضة المفضلة لبعض التلاميذ فهنا أولاد العفاد القرط القدم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية فعندنا هنا أولاد تمثيل بيانة بتاعنا اسمه أولاد الرياضة المفضلة هنا العموء المحور هذا أولاد تمثيل بيانة فهنا أولاد بالصفوف الأفقية إبه هذا أولاد تمثيل بيانة بالصفوف الأفقية فعندنا أول حاجة المحور الأفقي مقسم إلى مسافات متساوية ومرقم معنا من واحد حد عشرة هنا عدد التلاميذ أما المحور الرأسي هذا الرياضة المفضلة كل الرياضة أولاد ممثلة بصف أفقي فعندك كرة القدم الصف بتاعها نلون كام يا أولاد احنا قلنا عاد الكور كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى نلون تمام مربعات فين في الصف اللي قدام كرة القدم فنقوله أد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية طيب كده لولنا تمان مربعات طيب هنا كرة السلة كام يا أولاد نعدوا قوار السلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هنجي للصف اللي قدام كرة السلة ونظلل ست مربعات فنقوله اد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طيب هنا أولاد كرة التنس نقوله كام واحد اتنين تلاتة يبقى الصف اللي قدام كرة التنس نلون تلاتة طيب هنا أولاد كرة الطيرة واحد اتنين تلاتة اربعة نلون ايه اربع مربعات فين في الصف اللي قدام كريت الطائرة جيدة يعطي هنا نجواب على السؤال يقولك ا desenvolup olmayيه发 demais ما هي الرياضات الاقل تفضيل وهو ال��خصان من الرسم الذيناء الاوليه كريت القدم ما هو الرياضه الاقل تفضيلthe le amplified من الرسم الاطحث تعال راتف Server طيب هنا يا أولاد كم تنميزا يفضلون كرة السلة؟ طيب هنا أولاد كرة السلة هي من الرسم بتاعنا كام؟ ستة يبا نكتب ستة طيب كم تنميزا يفضلون كرة القدم؟ من الرسم بتاعنا كام يا أولاد؟ تمانية نكتب هنا تمانية قيم نفسك لاحظ التمسيل البياني ثم أجب عما يأتي ما هي الفاكهة الأقصر تكرارا؟ طيب هنا أولاد ملاحظين من الرسمي نحضر هنا بابريادنا الفاكهة الأكثر تقراراً هي يقول ملوز هنا أولاد ما هي الفاكهة الأقل تقراراً الأقل تقرار هنا يعم التفاه ها هنا يقول رئيس بصفلها a موز آلا This time area 8 نكتب هنا تمانية. ده من الرسمي البياني بالاعمدة اللي قدامنا. طيب كم عدد سموارات البرتقال؟ سموارات البرتقال يا أولاد كم؟ ستة. يبهن أولاد نعملها نكتب ستة. طيب نيجي هنا أولاد بيقول لك ما الفاكهتان المتساويتان في العدد. ملاحظين أولاد البطيخ ويا والبرتقال. يبهن نكتب هنا أولاد البطيخ. ونكتب هنا البرتقال. رقم اتنين عدوا وكتب العدد. ثم نمثل البيانات باستخدام التمسيل البياني بالاعمدة. نعدوا مع بعض. الكتب كام يا أولاد? أربعة. طيب هنا القلم خمسة. طيب الساعة تلاتة. طيب هنا يا اللعبة اللي قدامنا دي كام يا أولاد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. يكتب هنا سبعة. طيب نيجي هنا أولاد نشوفه مع بعض التمسيل بيني بالاعمدة. هنا أولاد ايه؟ المحور الأفقي ممثل معنا بالأشكال اللي قدامنا. هنا قدام يا أولاد الكتاب في عمود. يبهن المحور الرأسي مقسم من واحد لتمانية. هنا كام عادي الكتب اربعة. يبغي نعمل يا أولاد. نظلل اربع مستطيلات. طيب نيجي بعد كده. القلم. القلم كام خمسة. بنظلل خمس مربعات. ده في العمود اللي فوق ايه؟ سورة القلم. ده خمسة. الساعة تلاتة. بنظلل كام يا أولاد. تلات مستطيلات العمود اللي فوق الساعة. طيب نيجي اللعبة بتاعتنا دي سبعة. نظلل يا أولاد سبع مستطيلات. فنقول له واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. كده يا أولاد احنا كملنا يا تمثيل بياني اللي مدهن. وكده أولاد وصلنا معاكم لنهاية درسنا النهاردة. ارجوكم استفدتم معنا. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والاعجاب بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.